أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى آخر الأخبار الرياضية أعتصم أبناء مدينة الكوت وطالبوا بفتح المسبح الأولومبي الذي افتتح عام 2014 وتم إغلاقه بعد ثلاثة أعوام لأسباب فنية بين المقاول والجهات الحكومية كما نشد الحكومة بدعم الملاعب الرياضية المهملة في المنطقة التي كانت تحتوي على مئات من الشباب واللاعبين في المحافظة سيد المحافظ والجهات المختصة وخصوص للجهات الشباب بفتح المسبح لأنه صار لفترة مغلق المسبح والساحات عدم السياج بها وكم استلزمات للوعيب أو الرياضيين لهذه الشغلة فنطالب من المحافظ ونطالب اللجهات المختصة أو الدولة أو الوزارة بأن تراجعنا في هذا الموضوع وتم افتتاح هذا المسبح إن شاء الله اليوم خرجنا الرياضيين محافظة الكوت تحديدا منطقة أنوار الصدر نطالب وزارة الشباب والرياضة ونقابة الرياضيين والحكومة المحلية بإعادة فتح هذا المسبح الأولمبي اللي عايشين عليه عوائل يعني مئة عائلة تقريبا وبالنظر لساحات الرياضية حوالي أربع ساحات الرياضية تسيجها لأن الرياضيين يعني اليوم الرياضيين موعدهم متنفسية الوحيد بس هاي الساحات وهذا المسبح الأولمبي نطالبهم مطالبة أخوية رياضية ونطالب الحكومة المحلية بالمجيء إلى منطقة أنوار الصدر والمعاناة عدنا بسيطة وهي الرياضيين اليوم طالعين وقفة سلمية تضامنية ونطالبهم الحكومة المحلية يعني يجون هنا وشوفوا المطالب الرياضيين وهي نحن مجموعة من أبناء مدينة أنوار الصدر ورياضيين نطالب الحكومة المحلية في واسط ووزارة الشباب ورياضة وصحافة ونقابة ترياضين في وسط بافتتاح مسبح وسط الأولمبي المسبح مغلق منذ سنين وتعرض الإهمال وحرامات هي شي مكان يعني يندثر ويشيل هاي شباب يعني ينقذها من الشاط وبالأضافة نطالب سياج ساحات منطقة أنوار الصدق لأنها تتعرض الإهمال